أطلقت مصر أول سوق توعية للكربون في مصر وأفريقيا وأول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاتات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاتات الكربونية وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن السبب الرئيسي في خروج هدي السوق إلى النور هو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ونسب الخفض المستهدفة في انبعاتات الكربون رغم أن انبعاتات مصر عالميا أقل من 1% من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشروط أن تتشين أول سوق توعية منظمة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون يعد إحدى خطوات مصر في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر